عمر من ألماني يسأل يقول ما حكم صب الرصاص على المريض يقولون إذا كان هناك مريض صبونا الرصاص على رأسه وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع الحسن والحسين هل هذا صحيح؟ عمر بارك الله فيك أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الرصاص على الحسن أو الحسين ولا على أحد من أهله ولا على أحد من أقاربه الأمر الثاني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى صب الرصاص على المريض لأصحابه ولأمته الأمر الثالث أن هذا الفعل من فعل السحرة والكهان والعرافيين والدجالين لماذا؟ لأن هذا أمر من وراء الأسباب ولذلك ما عرفنا بأن صب الرصاص ما يعرف أن صب الرصاص دواء ما عرف أن صب الرصاص دواء لا من الجانب الشرعي ولا من الجانب الطبيعي الجانب الطبيعي ولذلك أخي الفاضل وردني سؤال قبل فترة طويلة قالوا بأنه ليس هذا علاج وإنما هذا كشف للحالة التي عليها المريض فإذا كان معيونا ظهرت عين وإذا كان مسحورا ظهر قال لي أظن قال قرن شيطان أو شيء هذا باطل والعيادة بالله هذا من فعل السحرة من فعل الدجالين من فعل الكهان من فعل العرافين إلى متى الناس هم في مثل هذا الجهل نحن في زمن العلم والمعرفة والسنة وانتشار الخير معقول يوجد ناس إلى الآن يصبون الرصاص معقول يوجد ناس إلى الآن يخطون على الأرض معقول يوجد ناس إلى الآن يعلقون حجب وخيوط يتقون بها العين والحسد سبحان الله العظيم ولذلك الحجة الآن مقامة على الناس لا أحد الآن يُعذر لأن الحمد لله هذه البرامج هذه القنوات الكتب الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسهب إسهام كبير في محاصرة الجهل محاصرة الشرك والبدع والخرافات والدجل اللي كان معشعش على الناس فصبر رصاص يا عمر أخبر من يفعل بأن هذا والعياد بالله من طريق الشيطان هذا من طريق السحرة لا يجوز ويحرم